موسيقى اهلا مع حضراتكم من جديد ولست مكملين معاكم نهار جديد يعني هذه الفقرة بتلخص جملة مهمة جدا كنا فين وبقينا فين اعتقد هو ده قبل اختعبير لما يحدث في هذا الوضع الحالي لنا لما بنرجع بالزمن ونفتكر قد ايه مصر النهاردة تطورت بشكل كبير جدا في سنوات قليلة جدا حصل فيها حاجات لم تحدث من 40 و50 سنة يعني هيا مش عارفة بتدي معاكم منين ولا منين من الصحة ولا التعليم ولا الكهرباء اللي كانت دايما وطول الوقت بتقطع والنهاردة بقى فيه كمان فائد وقدرنا نصدر منها ولا الغاز ولا الكثير من المبادرات الرئاسية الهامة جدا سواء كان للصحة ولا اطفال بلا مقوى ولا 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 الكثير اذا اتكلمنا عن الانجازات فهتحتاج وقت كبير جدا عشان كده النهاردة لازم نتكلم عن ابرز هذه الانجازات وخاصة انه مصر دولتنا الحكيمة قدرت تثبت للعالم كله انها مذالت وقفة على رجليها في ظل الازمات في ظل الازمات كتيرة جدا ما كانتش علينا لوحدنا انما كانت حتى على العالم كله واخرها يمكن كان كورونا واميكرون وشوفنا دول كتيرة نهارت وقفلت اقتصادها وقفلت اقوابها ضد امام دول اخرى لكن مصر كانت مكملة وقدرت انها بدراع تحارب الكورونا وبدراع اخر انها تنمي وقدرت انها تبني في هذه الارض اسمحونا النهاردة نتكلم ونتطرق لهذه الانجازات وابرزها على الساحة ويمكن اللي بيلمسها بشكل كبير المواطن المصري مع ضيفي العزيز اللي مشرفني ونواني في الاستوديو القيمة والقامة العلمية الاستاذ عارف بالله طلعت نائب رئيس تحرير بدار اخبار اليوم اهلا بك يا فندم وصوحي الخير عليك صباح جميل ان شاء الله فندم شكراك يا فندم ويمكن لما بنتكلم عن الانجازات حاجة من الحاجات اللي بتخلينا دايما طول الوقت عندنا فخر وثقف دولتنا الحكيمة واعتزاز بحاجات كثيرة جدا بما هو قادم وان المستقبل ان شاء الله يكون مشرق لكن خليني ابتدي محددك من اخر حاجة يمكن وصلنا لها ويمكن اخر حاجة على الساحة نبتدي بها الفقرة وهي الحوار الوطني انتلاق مثل هذا الحوار الوطني في مثل هذا التوقيت هيضم كافة القوة وكافة التواقف النهاردة من خلال طبعا الاكاديميات الوطنية للتدريب شيء بيمثل ايه في رأيك في هذا التوقيت في البداية نستطيع ان نقول الحوار الوطني بالتحديد له دلالاته وله اهمية كبرى في توقيت الحالي البداية الحوار الوطني ما هو الا قدرة الجمهورات الجديدة من خلال استهداف كوة النسيج الوطني في رسم المستقبل جاء اعلان الحوار الوطني عندما اطلقه الرئيس عفتاح السيسي خلال افطار الاسرة المصرية في رمضان وعمل هذا من خلال تجميع القوة الوطنية والسياسية بشكل كبير الى تمييز او استثناء وبنجانب اخر يعتبر حوار الوطني نقلة نوعية من خلال القيادة السياسية على تحقيق ترسيخ الاقتصاد ترسيخ العمل الاجتماعي وبنجانب اخر جميع المشاركات هي من خلال مشاركات القطاع العام القطاع الخاص المجتمع المدني كل هذه المشاركات تعمل على الجمهور الجديدة الدولة الحديثة اللي هي رئيس عفتاح السيسي من خلال جميع الرؤى على مائدة واحدة وخروج جميع مخرجات هذا الحوار الى رئيس جمهورها شخصيا ومن جانب اخر رحبت كل القوات السياسية والاحزاب والنقابات بهذا الحوار الوطني وهم موافقين بخلال تكليفة من رئيس عفتاح السيسي انه هم يجتمعوا وهم ينقشوا ويعودوا على المائدة من خلال طرح افكارهم ده كله لصالح مصر لصالح الوطن ده اللي هو دولة الحديثة تكملة الجمهورات الجديدة الذي يرسأ اليها الرئيس عفتاح السيسي منذ تولي حكم مصر 2014 اليوم 8 سنوات الرئيس عفتاح السيسي عمل مشروعات قومية كبرى عملاقة في جميع التخصصات سواء في مجال الزراعة الصناعة اقتصاد الطرق الكباري مصر حاليا تشهد تفرى في كافة المشروعات القومية العالم كله بتكلم عن مصر العالم كله عاوز يجي مصر العالم كله عاوز الرئيس عفتاح السيسي برائسها نحن نتكلم عن النهاردة هذه المشروعات والإنجازات اللي نعكست على حياة المواطنين والمصريين بشكل كبير واللي كانت بتكافح من خلالها النهاردة سواء كان فقر محاربة طبعا العشوائيات قدرت النهاردة تنقل الأحوال المعيشية لسكانها إلى مدن متحضرة نعم كلمنا عن واحدة من هذه المبادرات اللي لم تكن الأهم وهي مواضرة حياة كريمة وكيف يعني أثرت وستؤثر أيضا في حياة الملايين أولا حياة كريمة تعتبر من أكبر مواضرات رئيسية هو كل مواضرات قوية بس جيت على سبيل المسائل عشان أنها أولا وآخيرا حياة كريمة يستفيد منها أكثر من سكان مصر مثلا 58 مليون مواطن مصري ستفيدوا منها سكليفتها 700 مليار جنيه العالم كله بتحدث عنها سواء في أفريقيا أو الشاكل أوسط أولا نقل الحضرية من خلال الفقر العشوائيات إلى حياة جديدة حياة في مجال العلم الثقافة الصحة البيئة كل هذا يستفيد منها المواطن المصري البسيط والغني المواطن المصري بدأ بالفعل حيز بها وبأثرة في حياته لماذا؟ أولا 58 مليون مواطن مصري يعني أكثر من نصف أكان مصري متفيدين منها من خلال كافة الكطاعات المختلفة سواء اقتصادي سسمياري سياحي بيئي يعني نشوف العشوائيات الخطرة الرئيسة فاتحة قضى عليها حاليا مصر تشهد تفرج بيرا جدا من خلال النقل ستك العشوائيات إلى مدن جديدة مواطن حيوية جيدة في تنمية المستدامة 2030 اللي هي قضاء على الفقر القضاء على البطالة القضاء على جميع العشوائيات موجودة في مجتمعنا المصري الحمد لله احنا حاليا الحمد لله شايفينها وحاسين بيها إلا عداء الوطن دول بطلقوا عليها الإشعاعات شائعات من خلال فيسبوك مهما يتكلموا الرئيس عفتاح سيسي بيعمل وينتج ده كله صلاح الوطن لصلاحنا كفاءة أن مصر العالم كله يتكلم عنها دلوقتي مصر لها دور محوري سواء جابة أفريقيا إلى قلب مصر العالم كله بيجي مصر خلال رئيس الرئيس جميع العالم كله بيحتاجوا الرئيس عفتاح سيسي في حل مشاكلهم منها سيبين قضية اليمن قضية ليبيا قضية أعمار غزة فلسطين العراق لبنان جميع المناطق كلها مصر تحل مشاكلها صحيح نحن بنتكلم أن مصر بس استعادت جباهتها الداخلية إنما كمان استعادت علاقاتها الخارجية وبقت النهاردة يعني مؤسرة بشكل كبير جدا ده كثير من الدول النهاردة ودور مهمة أيضا محوري وستراتيجي المنطقة يعني المستوى العالمي وفي الشرق الأوسط النهاردة دولتنا الحكيمة النهاردة وضعها كمان بيحتم ده يعني البنية التحتية والطرق والكباري ويعني تسليح الجيش المصري والاهتمام الكثير من الملفات على أولويات الدولة النهاردة قدر يقوّل وضع ده النهاردة ويخلي كل العالم بينظرها بنظرة مختلفة تماما لم تكن موجودة من سنين للأسف الحمد لله خلينا ننتقل للنقطة مهمة جدا وهي أيقونة الحقيقة أنا شايفها هي أيقونة وهي العاصمة الإدارية وما ستحدثه من تغيير واختلاف كل وكذري نهاردة لما يتنقل الحي الحكومي والنهاردة نشوف بقى العاصمة بتاعتنا القاهرة ترجع لنا مرة تانية يعني الزحام اللي كان بيحصل فيها والتجدس وكانت مقتزة بعدد قد ايه مهول للنهاردة عشان بس نخلص ورقة وعشان نعمل يعني أي إجراء النهاردة أزمة فماذا ما تمثله النهاردة العاصمة الإدارية لنا النهاردة ومن تغيير للمصريين كلمنا تعتبر العاصمة الإدارية الجديدة ما هي إلا أول مدينة زكية من خلال تطورها من خلال المدينة اللي فيها عندك مدينة الفنون مدينة الألعاب الرياضية مدينة المعرفة أو المدينة الطبية موجودة فيها فيها ستك المتحف فيها الفنون فيها جميع المدن اللي هي تعتبر على مساوى عالي التطوير التكنولوجيا من جانب آخر فيها نهر النيل الأخضر كويس حتى منافسة تكافة الدول الأوروبية صحيح من خلال التقنية العالية من خلال ستك فيها أكبر فندق فندق عالمية أكبر أبراج المساوى الأفريقيا مئة وسبعين ألف فدان البرج الأيكوني ده هيكون أكبر برج في الشرق الأوسط كويس أكبر برج في العالم في الشرق الأوسط أو في أفريقيا من جانب آخر مساحتها مئة وسبعين ألف فدان كويس تعتبر فيها ألف فدان مدينة خضراء تعتبر من المدن الزكية على مستوى عالي الأحياء كلها الحمد لله أحياء أعلى مستوى راقية يعني مثلا سبيل المثال من خلال خلال سنوات هيسكن فيها ستة مليون مواطن هاي بعد خمس سنين إن شاء الله هيسكن فيها ستاشر مليون مواطن الله ألفين وخمسين أربعين مليون مواطن الله كويس ده من ناحية من ناحية أخرى هيقل الكسافة السكنية من خلال القاهرة عظيم من ناحية أخرى نقلة حضرية كبيرة جدا تفقربها مصر من خلال أحياءها الرقية من خلال الحكومة الزكية تطويرها أهميتها للعالم كله يعني يكفر الزعماء للعالم كله حالياً بيجوا المدينة الزكية مدينة العاصمة الإدراكة جديدة حالياً كل اجتماعاتنا الحكومة في العاصمة الإدراكة جديدة هذا يمثل واقع للجمهورات الجديدة للدولة الحديثة وأعتقد كمان كان فيها يعني بمثابة جذب استثمرات كبير جداً النهاردة احنا بنتكلم عن أكبر أكبر مدينة أولمبية الرياضية بنتكلم عن مساحات خضرة مدينة زكية فبالتالي النهاردة فيه الكثير من المستثمرين النهاردة بدأوا يستثمروا في العاصمة الإدارية فقدرنا أننا نهاردة يعني يبقى فيه عندنا عملة صعبة وفيه عندنا فرص عمل كمان يعني أنا لا أنسى أبداً مشهد سيادة الرئيس عبد الفاتح السيسي ووقفه وسط العاصمة وحوالي يعني ألاف العمال إن لم تكن أكثر كمان وهو بيكلمهم ويشجحهم على قد إيه عملهم ونهمهم إن هما يخلصوا شغلهم فده بيدينا يعني نظرة إن كل الفرص دي النهاردة أتيحت بسبب هذي ووجود هذي العاصمة النهاردة وغيرها من المشاكل تشغيل أكبر كم من الشباب ده رئيس الإنسان ده رئيس الأب اللي هو يعني مش بتكلمه بس لا شفتي ساتك لما كان في أول يوم العيد مع أطفال الشهداء حاجة بصراحة يعني العالم كل متفرج الناس كلها كنت بتشوف مش رئيس عادي ده رئيس إنسان أبناء الشهداء أبناء الأسر الشهداء لما كان بيعيد عليهم وكان وكأنه بيوجه لهم رسالة إحنا مش هننساكم في ظل ما يحدث في الدولة من إنجازات ومشروعات وأزمات لكن إحنا يعني فاكرينكم فاكرين دور يعني أبقكم كويس قوي وما فعلوه نهاردة عشان يحفظوا على طراب هذه الدولة كان قدي جبر خاطر ودايما طول الوقت بيجبر بخاطر كل البشر يعني حتى زوي الهمم لما عملوه معام زوي الهمم وقدر إنه هو النهاردة يعني يرسل لهم الكثير من القوانين ويعدل فيها عشانهم وإعطاء الكثير من الامتيازات ليهم وعام المرأة كمان مبادرات الإنسانية عسيلاً مثال الغارمين بدأ يجيهم بدأ ما يخشوا السجن الوقت يتفع الرسوم بتاعتها من جانب آخر أتلاقي عندك 100 مليون صحة مش سنمشي علاج بس لا تطوير المنظومة الصحية من خلال أحدث الطرق العلمية الطبية الحديثة يعني استكشوف البدرات الصحية التي عملت مثال 100 مليون صحة صحة المرأة صحة المرأة صحة الجنين صحة التقزم من ناحية المدارس المدارس آه يعني يقدر أنهو النهاردة كمان يطمننا على ولادنا في المدارس والحملات الكثيرة جداً عشان نحمي ولادنا من السمنة ومن التقز ومن مشاكل كتير ممكن تجهيهم في المستقبل نعم وإيه كمان حتى حتى داس كورونا بنفسكم يطلع في التلفزيون وبنشهد الشعب لابد من الإجراءات الاحترازية لابد من النظافة الشخصية لابد من نبس الكمامة مش بس أنهو بس يطلع واس لا بتكلم من نشهد الشعب وجه اللي وجه خايف على الشعب ده رئيس الإنسان ده رئيس الأب صحيح إذا تكلمنا عن نسيات الرئيس فأكيد مش هو فينا حلقات وحيدة لكن يمكن كمان لما بنتكلم عن واحدة من الحاجات الجميلة جداً نقمت بها القيادة السياسية الحكيمة وهي أنه المية والحفاظ على كل قطرة ماء النهاردة اللي هي تعطبة شريان الحياة تدخل في كل حاجة في الحياة صناعة زراعة في أي شيء النهاردة المية وجودها أساسي ومهم عشكيا بنجد النهاردة واحدة من المشروعات الهامة جداً هي تبطين الترع نعم مدى تأثيرها النهاردة على ترشيد استهلاك المية والحفاظ على المية والنهاردة الأثر بشكل عام على كمان القطاع الزراعي؟ أول حاجة تعتبر مبادرة قوية جداً ومشروع قومي تبطين الترع ده هو تعمل من المتين سنة الرئيسة فتاح السيسي حالياً بدأ عمله من جديد ليه؟ أولاً حفاظاً على الموارد المائية ثانياً على الشكل الجيد وتلوث حفاظاً على تلوث البيئة ثالثاً نقلة حضرية للفلاح على مصوى مصر سواء من أسوان لإسكندرية يعني على سبيل المثال جميع محضوات مصر حالياً تعمل فيها تبطين الترع سينة موجود فيها عشان حديثة يخلها فيها تبطين الترع ده كله بحافظ على كل نقطة مية ثانياً بحافظ على التلوث ثالثاً مشرف النقلة الحضرية اللي هو الريف الريف اللي هو أصلاً كان فيه زمان كان حاجات عشوائيات ده يؤكد لنا أن الرئيسة بتاع السيسي ده نقلة حضرية للدولة الحديثة لجمهورات جديدة مش بنتكلم بس عن إجازات إنما كمان بنتكلم عن مبادرات يعني لما بنفتح ونتكلم عن المبادرات بنلاقي إنه فيه مبادرات في كل التجاهات نعم سواء كان الصحة ومئة مليون صحة وصحة المرأة سواء كان أطفال بلا مقوى حتى السكان والإسكان لما بنتكلم عنه بنلاقي إنه سكن لكل مواطن نعم وفي أحد تصريحات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه أنا خلي المصريين يتكعب له في الشواء نعم يعني ما بيش حد النهاردة محتاج شقة مش هيلقي مش هاجد ليه سكن راقي يليق النهاردة بالأسرة المصرية وفعلا ده شفناه ولمسناه وقدرنا نشوف حتى في البتاح الكثير من المشروعات سواء كان المتوسط متوسط الداخل أو غيرها الحقيقة من المشروعات بكافة فئاتها سكن راقي متشطب موفر كل الإمكانيات للشباب النهاردة اللي عايزة تبتدي حياة جديدة فكلمنا النهاردة عن كم الهائل النهاردة والتطور الكبير جدا في الإسكان أولا منزل تولى رئيس الفتاح السيس حق مصر هو يعمل على مصلحة المواطن في جميع خدماته سواء صحية أو إسكان أو صناعة أو السسمار أو بيئة أو تعليم أو ثقافة الحاجة الثانية دلوقتي جمهورة مصر العربية دلوقتي اتعامل فيها كل محافظة جديدة محافظات جديدة كل محافظة جديدة فيها إسكان فع تطوير فيها نقلة حضرات جديدة فيها يعني ما يلزم المواطن على أرض مصر من ناحية تانية الإسكان متواجد بشكل عام يعني حتى لما جيه كان بنقل الشوء القديمة مثلا مسبيره أو المواطن اللي هي العشوائية كان بنقلها أماكن جديدة بإيه مسلزمات البيت نفسه فيها عفش فيها تلفون شوفي فيها تلفزيون يعني أولا وأخيرا ولا في الخيال يعني شوفي يقول كل واحد الناس اللي يسكنوا دول يلاقي الشقة فيها كل ما يلزم تلاجة تلفون تلفزيون مفروشات يعني بصراحة شيء راكي ده أكد أن الشقة المصري حاليا شايف شيء جديد كان الشقة قبل كده وده اللي إحنا عايزين نفكر بيه سيدة مشاهدين إنه أحيانا إحنا الواحد من جدر ما بيشوف الحاجات الجميلة والإنجازات بينسى أحيانا ما كنا عليه وكيف كانت الصورة زمين كلمنا تأثير الانفجار السكاني والعدد الكبير وعدم كان وجود النهاردة مثل هذه المشروعات في وقت من الأوقات وبحث الشباب عن الشقة وعدم وجود شقة يعني بهذا الشكل اليليق النهاردة بالأسرة المصرية كان عامل إزاي والنهاردة بقينا فين من كم المشاريع لطرحة النهاردة ومازالت فيه طرح جديد يعني كل كم شهر بنلاقي طرح النهاردة عشان يقدر يوفر النهاردة لكل المصريين في رجوع بوعي الجمهورية زي ما حداك أشرت نعم دلوقتي ده كله يرجع غير الإسكان حياة كريمة حياة كريمة بضرة الرئاسية الذي عمل فيها عشرين ساتك من الحافظة من خلال كل وزارة مصر شغلة فيها المجتمع المدني شغل عليها الجماعات الخيرية شغل عليها قطاع الخاص والعام شغل عليها اللي أهمش ده كله كمان إنه هو شوفوا أسوان لما حصل فيها الأحداث الأيام السيول حصل فيه إيه؟ كله جيري على أسوانه أي طوارئ بيحصل في مصر الشعب كله بتكاتب والدولة والرئيس من خلال توجيهاته ده كله يعمل لحب مصر على أرض مصر يعني الأحداث فعلا كانت مهمة جدا وكمل مساعدات اللي حصلت في وقتها ده كان بيبين قد إيه وبيظهر مدى معه عن المصريين في وقت الأزمة وتكاتف الكبير جدا النهاردة لما حدث لنا وكل طول الوقت إحنا الحقيقة بنسبة للعالم كله إن المصري الأصيل هو اللي بيتكاتف دايما مع أخوه في أي مكان في حاجة تانية أوليك عليها مش مصر بس مصر أولا بتودي جميع أحداثها يعني في أي طارق على مساول العالم سواء أفريقيا أو الدولة العربية أو الأوروبية مصر بتقف جنبه يعني مرفق بيروت وما حدث فيه ومساعدات اللي أرسلت منك صحيح كل أفريقيا كلها خير مصر موجود في أفريقيا دلوقت جميل المساعدات الإنسانية وحتى في أزمة كورونا وهي كانت علينا كمان لكن كنا بنبعث مساعدات للصين وده يمكن كان المشهد من المشاهد البارزة جدا أثناء هذه الأزمة ومصر بتبعت إرساليات للصين فكان بيبين قد إيه مصر دايما طول وقت بتقف يعني جنب مش بس أشققها العرب إنما حتى جنب كل دول العالم دول العالم سواء أوروبا أو أفريقيا أو جلب لأول مرة الفقر هي إلي في مصر من 20 سنة صحيح حتى صندوق الإتماني الدولي بأكد على رغم أن كانت ظاهرة كورونا إلا صد المصري مؤشره كان في العالي هذا يعطي أن مصر شغالة مصر بتنتج ومصر تعمل لأجل أولادها وكل مشاريعها من خلال أيدين مصرية أيدين مصرية قوية تعمل تنتج لإنتاج توريد العالم برد شوف المشاريع الموجودة في الضمياط الأخشاب كلها كلها دلوقتي بتطلع فين بره بتصدر شوف الأمح الأمح دلوقتي يعني أعتبر المرتبة الـ 14 من سواء العالم يعني حاليا سلاتك المحاصيل الزراعية في مستوى عالي حتى حاليا في المعاهد البحوث الزراعية بتعمل حاليا تجويد لسلات الأمح حتى تعطي سلات قوية أكتر وأكتر بحيث السلوات القادمة كنا لأول أحداث الجارية حصلت في الأزمة الكورونية روسيا نحن نقول سلتشر لأ دلوقتي مصر عندك اكتفاء ذاتي سنوات من ناحة الأمح وما يحدث في توريد القمح وصوامع المتطورة اللي بنشوفها المطورة النهاردة في هذا الشكل وتكتف اللحين إن هما يوردوا الأمح ويساعدوا دولتهم الحكيمة ده كله بيظهر النهاردة مدى النهاردة نظرة الدولة للمستقبل وكمان تكتف الشعب مع دولته الحكيمة مع الحكومة المصرية ده مهم جدا ده بين أن المشروع مستقبل مصر وواحد من المشروعات اللي يمكن كنا من أيام كبرة يعني بيفتتاحها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني ظل ليه سنوات فيه جهده وفيه عمل وفيه شغلة عشان يصل بهذه الصورة اللي احنا شفناها فيه افتتاحه من أيام قليلة جدا كان سيادة واقف وكان فيه تصريحات كثيرة جدا نتكلم عنها ويمكن تطرق لمواضيع كثيرة ولكن المشروع ده النهاردة واحد من المشروعات الكبرى والعملاقة في المجال الزراعي بيستهدف النهاردة الكثير من المحاصيل الاستراتيجية نعم يعني الزراء الأمح بانجر السكر الكثير من المحاصيل المهمة جدا نحن نشتغل عليها الفترة اللي جاي شايف مدى أثر النهاردة على القضاع الزراعي وعلى دولة ككل أولا يعتبر المشروع 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 ده من أكبر المشاريع القومية الكبرى لإستطلاح الزراعي من خلال يفيد المصر ونصدر مصر هنصدر برا ثانيا شوفي عسر المثال يعني بالأرقام أنا شهتكلم كده شفه وخلاص عشان ما حدش يقولي إن هو إيه كلامه وخلاص احنا بقولوا بالأرقام عشان مصر بتعمل اللغة الأرقام أسرع شيء مهم جدا بقولك عسر المثال المشروع ده 50% مشروع الدلتة الجديدة من ناحية تانية 350 ألف الدان يستحوز مستقبل مصر ومن ناحية تانية في المستقبل مصر من خلال شو يبقى ساتك الإنتاج الزراعي البنجر السكر 50 ألف الدان فترة قادمة بجانب من المستهدف خلال السنوات القادمة فول السوية 150 ألف الدان الفترة القادمة لنخطة الموضوع للدولة الجانب آخر فيها عندي ساتك أتلاقي عندك إيه بقاء الأمح أي غطي 150 ألف الدان للفترة القادمة من خلال تغطية كاملة من خلال طريق إصلاح زراعي كامل فترات القادمة صحيح إحنا الحمد لله نشهد نهضى زراعي كبيرة جدا على أرضنا ثانيا الرئيسة فتاح سيسي مش كلامه بس بيتبع بنفسه شوفي ساتك حصاد الأمة في مشروع تشكة تشكة الخير كان عمل إزاي العالم كله كان بتفرج على مصر من خلال انتاجها الزراعي الانتاج والوفير اللي هو من ستة شهر لا سنوات قادمة إحنا إن شاء الله فترة قادمة وإحنا حتاجنا أي دولة أي حاجة خالص إحنا نجيهم كل حاجة عشان مصر طول عمرها أم الدنيا مصر الخير مصر يمكن كمان دولة زراعية بالدرجة الأولى النهاردة وجود مصر على ضفاف النين يمكن هو من الحاجات اللي جعلتها دولة زراعية وبالتالي عشان كده من أول ملفات اهتمام الدولة هو القطاع الزراعي زي ما حتاجك أشارت مشروع تشكة مستقبل مصر دلتال جديدة وغيرها من المشروعات اللي كل يوم بنشهدها الحقيقة وبنشوف افتتاحات وإنجازات على أرض الواقع هتساهم بشكل كبير جدا النهاردة أن يبقى فيه عندنا أمن غذائي واللي هو يعتبر أمن قومي احنا بنتكلم مش بس على قطاع الزراعي نحن حتى على النهاردة واحدة من الحاجات المهمة جدا واللي كانت طول الوقت المصريين بتكلموا عنها وهي الطرق والكباري والمحاور اللي كان فيه نوع من أنواع الحوادث والمشاكل اللي كانت يمكن بتنفر المستثمين النهاردة احنا فيه جذب للمستثمين عندنا بنية تحتية سليمة وصحيحة قدرنا من خلالها نحط يعني قواعد أساسية لهذه الدولة تكلمنا عن كم المشروعات والطرق والكباري والمحاور اللي كلنا نحياة بنمر عليها يومين يعني ما ينفعش نقول لا مش شايفين أو مش واغذين من أو ما فين دي احنا كلنا بنمر على هذين الكباري وهذه المحاور فتكلمنا مدى أثارها على المستثمين وجذب الاستثمار أولا دي كلها لإصلاح الزراعي إصلاح اقتصادي استثماري كلها محاور المجتمع المصري تفيدوا فيه زيادة الانتاج زيادة استثمار زيادة اقتصاد من ناحية تانية انت عايش اقتصاد المصري من خلال جذب المستثمرين من جانب آخر أتلاقي حاليا جميع الطرق سواء من سينة سعيد مصر دي لتا كلها حاليا فيه شبكات متواصلة وطرق وكباري متعددة عسابي المثال عندك محور كلبش في أسوان مليار جنيه لوحده تعالي شوهي من ناحية سينة حاليا فيه ربط بين أنفاء ومعاديات أكبر الأنفاء في العالم دا يربط بين مصر في الأم بسينة أرض الفيروز مشروعات قومية مصرعات زراعية مصرعات صناعية سيسنارية اقتصادية دا كله بيخدم شرق آسيا وأفريقيا وأوروبا كلها لو دورت يعني شبكات العالم كله من خلال مصر دا من ناحية أسوان تيخدم أفريقيا كويس حاليا فيه من ناحية مثلا فيه من ناحية شبكة الطرق والكباري حاليا شوفي حاليا النقل الحديث من خلال نقل الزكي كويس من جانب آخر حاليا فيه خطة موضوعة أن فيه قطر يطلع على جنوب أفريقيا فيه قطر يطلع على على المغرب والعراق فيه قطرات حاليا تطلع على سوريا ولبنان كويس هترجع عليها النهضة النهضة اللي هي جسمها الدولة الحديثة والجمهورة الجديدة اللي بأكد عليها رئيسة فتاح السيسي أن مصر بلد متقدمة في جميع كل حاجة بالكلام الجميل اللي النهاردة تطرقنا لي وقدرنا نحن يعني نلمس ونشوف واقع حقيقي بيعيش المصريين من خلال الإنجازات والمشروعات اللي بنشوفها كل يوم الحقيقة نقول كده في نهاية هذه الفقرة شايف مصر قدامها عاملة إزاي رسالة للمصريين كمان عايزة من حضرتك اللي بيحبوا بلدهم بجد إزاي ممكن نحافظ على كل ما تقوم به الدولة من خير للمصريين لازم كل المصريين يتكتفوا ويحافظوا على هذا الخير اللي لازم يدوم لقدام سنين وسنين أولا لابد من تكتف كل المصريين كلهم على جد واحد ليه أولا الخير ده كله يعمى علينا إحنا يعمى على المصريين مش بره دي بلدنا دي أرضنا نوطننا لابد نحب الخير عاوز أعمل دعوة للحب دعوة الحب من جديد الناس تحب بعض كفاية بقى كرة كفاية يعني إحنا عاوزين الناس تقرب من بعض أكتر كفاية بقى شائعات كفاية كذيب كفاية على الفيسبوك قاعدين يقولك في المشارية في الإنجازات الإنجازات في إنجازات شغالة مبادرات بقصية هامة كل شيء موجود إحنا بنقول للناس لابد من التكاتف من الحب من الوفاء أنا بشكرك شكرا جزيرا على حسن الختام ده ورسالة الحب اللي النهاردة بنرسلها للمصريين قد إيه مهم جدا إن إحنا طول الوقت نطلع بقى الحب اللي جوانا ده لبعض وأعتقد هو ده أكتر حاجة ممكن نقدمها لهذه الدولة الحكيمة إن إحنا نحبها ونصق فيها ونفخر بيها ونوقف زرار الشير اللي إحنا طول الوقت بندوس عليه ونشير أي حاجة لم نعي بيها ولم نعلم عنها كثيرا وما تكونش جاية من المصدر الموصوق أعتقد فيه المراكز الإعلامية لرئاسة الوزراء موجودة نهاردة بنشوف رد طول الوقت على الشائعات سواء بالنفي أو بالتأكيد ده يعني واجب إن إحنا نقوله ولازم نشير لي لأنه هو ده اللي بيساهم إن الشائع تكبر وممكن تهدم أي إنجاز موجود بشكر ضيفي العزيزي كان لمشهر فني ونواني في الاستوديو الأستاذ عارف بالله طلعت نائب رئيس تحرير بدار الأخبار اليوم العارف بالله العارف بالله أهلا بيك يا فندم عفو نورتنا وشرفتنا شكرا جزي يا فندم في نهار جديد صباح جميل إن شاء الله إن شاء الله يا فندم ونسى مكملين معاكم نهار جديد معنا النهار ده مجموعة فقرات هننتقل حالا لفقرة تانية بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر